ذكرت وسائل أعلام تركية أن القنصل العام السابق لإسرائيل كان الهدف الرئيسي لفريق الاغتيال الإيراني الذي تم تفكيكه مؤخرا في اسطنبول قبل أن يحبط الأمن التركي العملية بحسب التقارير فقد اعتقلت قوات الأمن التركية سبعة من فريق الاغتيال المكون من ثمانية أعضاء ينتمون إلى الحرس الثوري وتب تقديمهم إلى المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة أضافت التقارير أن الهدف التالي لفريق الاغتيال الإيراني كان السياح الإسرائيليين في تركيا فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم ضبط أسلحة يحتمل أن تكون معدة للاستخدام من قبل الفريق وكان المتهمون قد اعتقلوا خلال مدهمة أمنية في اسطنبول منتصف يونيو وأتوجه أنا ذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشكر للرئيس التركي وقوات الأمن التركية والإسرائيلية